منذ الغزو الأمريكي للعراق سنة ثلاث وألفين والمحاولات مستمرة للسيطرة على مؤسسة الوقف السني ومواردها من الجهات المتعاونة مع الاحتلال ثم نح الأمر منحاً آخر في تدمير تلك الأوقاف أو ضمها إلى ممتلكات الوقف الشيعي بقوة السلاح أو بتزوير المستندات أو بالتعاون مع المنتفعين ممن تسلطوا على تلك المؤسسة الوقفية فتحولت مئات المساجد السنية إلى الوقف الشيعي منها على سبيل المثال جامع الرحمن في بغداد بمنطقة المنصور المستولى عليه من قبل حزب الفضيلة هيئة علماء المسلمين في العراق كان لها موقف واضح من تلك التجاوزات والانتهاكات بالتصدي لها ووضع حدود واضحة للمؤسسات المعنية بالأوقاف في وقتها الهيئة أكدت في بيان لها أن ديوان الوقف السني يشهد ترسيخاً للسياسات غير الصحيحة في إدارته والتصرفات غير المنضبطة في تسيره تتمثل في التنازل عن الكثير من الأوقاف العائدة له لصالح الوقف الشيعي ووضع خارطة طريق لتنفيذ الاستيلاء عليها مؤكدة أن ديوان الوقف السني يخضع للضغوط الحكومية بحسم ملف المساجد والأوقاف والتنازل عن كثير منها الهيئة قالت إن لديها معلومات تؤكد قيام ديوان الوقف السني بتفريط كبير بمصالح الوقف ووقفياته والمساجد المسلوبة منه وبحسب الهيئة فإن الوقف السني يبدو عاجزاً عن إشغال المساجد العائدة إليه وإدارتها في بعض المناطق كما هو عاجز عن استرداد المساجد التي حسم أمر تبعيتها له برغم وجود شواهد على استخدام بعض هذه المساجد لغايات أخرى من بينها تدريب الميليشيات ويذكر أن نحو 350 مسجداً تم حرقه أو هدمه بعد تفجيرات سامرة عام 2006 وفق الوقف السني آنذاك الحملة على الأوقاف لم يسلم منها حتى الأموات فقد ذكرت مصادر محلية في محافظة ديالا أن جهات متنفذة أعادت فتح مقبرة الشريف في مدينة بعقوبة مركز المحافظة واستأنفت العمل فيها بالمشروع السكني تحت تهديد السلاح رغم قرار حكومي بإغلاقها في وقت يؤكد الوقف السني أحقيته بالمقبرة وتعدي الوقف الشيعي عليها أوقاف الموصل هي الأخرى نالها من عمليات الاستيلاء والتخريب الشيء الكثير فقد استولى الوقف الشيعي على أملاك تابعة للوقف السني ولعائلات من أهالي الموصل في محافظة نينوى شملت عددا من الجوامع والمراقد والأراضي في ظل صمت حكومي هذه الإجراءات والاتفاقات الجائرة التي يراد منها سلب الأوقاف الإسلامية في العراق لأهداف طائفية ومكاسب شخصية على حساب الشعب العراقي وما يجري من عمليات التزوير لتحويل الأوقاف السنية إلى شعية في مناطق محدودة تهدف لتغيير تركيبتها السكانية ترجمة نانسي قنقر